ونقدم لكم المطرب والمغني صدي صخر في ثوبه الجديد أو القديم وبعدين غيره صدي صخر أهلا بي أهلا بي لا لا مفاجأة أولا أقول لي إيه الآلة دي اليوكوليلي ده جيتار صغير ده جيتار صغير جيتار صغير يعني شهر كده في هواي أكتر فاسمه يوكوليلي أنت بتغني أصلا أنا بغني أصلا بس بنسك الكلام ساعد بس أنت بتغني يعني طبعا دي الأغنية اللي سمعناها في كامل العدد اللي هكام بيحاول يسحر بيه جيان الشماشيرجي ونجحت أو بعدين تلقى تنصاه ماشي مالله مش عشان فيه غرض طبيعي محدش بيعمل الستات كلها كتقعدة قدمت شو بيعمل لها إيه بص بينازل إزاي بص جاب لها البهلونات وكل ده عشان يعمل لها السركة عشان يعمل لها الخاتم طبعا فيه غرض في الأخ أكيد نصاب مفيش كده صدري مفيش مفيش أنا حاسة الناس اتبسطت بعد ما لقيت أن أنا صبر تاحت قالوا أنه هو طب تمام كده خلاص أحنا كده راضيين ومقتنعين ما فيش الكلام ده فراضيين في حياتنا شيء متصق مع الوقت أهلا بيك أولا ويعني أنا سعيدة أن أنا بسمعك بتغني ممكن تبجأ تغني تاني زي زمان يلا مين أنت ابتديت تغني تاني هو البداية مش ما كانتش غنى تماما هي البداية كانت مصرح والمصرح ده كنا بنغني فيه وبعد كده عملنا فرقة مزيكة فكنا بنغني وبنلعب مزيكة يعني قصدي كان فيه كل أنواع الفنون دي مع بعض تمثيل وغنى وعصف فمش ضد خالص أن أنا أرجع أعمل ده بس حاليا تركيزي الأساسي على التمثيل هو ده البروريتي دي أولوياتي بس ممكن ممكن في أي وقت يبقى عندي حاجة تلهمني بأن أنا أغني حاجة معينة بس أنت كمان غنيت في فرقة آه بزبط فرقة الطمي المصرحية أعتقد آه بزبوط أكفان فيه فرقة تانية؟ ومع إحنا مع يسرى الهواري غنيت كده في غنية ومع كهارب عملت كولابريشن برضو غنيت معاهم فآه مش مش يعني ده دايما موجود في حياتي بتحب الغنى أكتر ولا التمثيل دلوقتي؟ ده إيه الطق عيني في آه بو عاش كل واحد عنده كده حاجة شغف بصي هو أولوياتي الحالية هي التمثيل قطعا الغنى حاجة والعصف حاجة معايا كل يوم يعني أنا قاعد في قطي قاعد في البيت بلعب بدندن بعمل آه حاجة ليه هتفضل معايا طول الوقت مش مش بالضرورة أمتهنها أو مش بالضرورة أعمل منها مكسب أو رزق أو أي حاجة بس زي ما بقولك ممكن ييجي وقت وكون عندي فكرة شغلاني أو حاجة عاملالي إلهام معين عايز أطلعه بشكل موسيقى يعني بتحب أنا عارفة أنك بتعزف هارموني كهيل واليوكوليلي اسمه الجيتار ده مش عارفة أقولي يوكوليلي ده ولا إيه يعني أي يوكوليلي أنا بس متأكد الاسم غاي منين بس هو مفروض أنه أصله ليه علاقة باللغة اللوكول في هواي بس مش عارفة طب ما تغنيي أغنية تانية كده قبل ما نتكلم في التمثيل عشان إحنا عجبني فكرة الغنة ده آآ ميش نغني أغنية تانية وإحنا في الربيع أو شام النسي آآ ميش حاضر حاضر ميش أنا صد طول ما إحنا بنعرض الكليب وأعمل أقولي ياه يا خبر أبيض أنا في حاجات كنت نسيها أنا بجد مش عارف جيبتوا الكلام ده منين أنت أنا بقالك فترة بتشتغلي بقالي فترة آآ بقالك قد إيه بصي أنا أول مرة وقفت قدام كاميرا كان 2002 واثنين؟ آآ ده من زمان أول ده من زمان جدا آآ ده من عشرين سنة أكتر آآ 22 سنة أحكي لك القصة قول آآ واحد صديقي آآ من مدرسة هو بيدرس آآ في معهد سينما وعايز بصي بصراحة ده اللي عرفني يعني ده اللي دخلني عالم الاهتمام بالسينما هو كان بيذاكر فكنت بعض أتفرج معاه الأفلام ويذاكر سوا الأفلام من 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 وانا في المدرسة فالمهم قال لي ده في واحدة ست مخرجة بتعمل كده أوديشن لفيلم قصير تعالى فروحت وعملت أوديشن وكان عندك يعني كنت في سنة ويعني كنت انت عايزة تعرفي السن انت بتاع بتحطي أنا فاهم أنا الحركات دي بشوف بشوف لأ الرجالة معنداش مشكلة إحنا اللي عندنا المشكلة كان يعني آآ كان بداية إيه بخلص بخلص مدرسة وأول سنة جامع فروحت عملت أوديشن واتقابلت وروحت أمثل في الفيلم ده بتطلع مين المخرجة دي بقى مين؟ كامل أبو ذكري آه السلام وبتعمل أو كان تاني فيلم قصير تعمله وطلعت معاها في الفيلم ده وكانت أول مرة أقف قدام كاميرا في حياتي ومن ساعتها بقى ابتدى إن أنا أعمل مسرح مسرح مستقل والمسرح مستقل يروح جايب أفلام مستقلة معايا يجي وراها روح دور صغير في مسلسل حاجات كده من ساعتها انت سكتك كتير في الأفلام المستقلة حتى الموسيقى حتى الفرق المستقلة كلها شبهة كده بحس أن انت شبهة مش التقليدي مش العمل التقليدي هو أنا من أنا يعني أنا ابن العالم ده بصراحة وأفتخر بده لأنه عالم مش بيحط في دناغه قوي المعايير بتاعة السوق ومش مهتم قوي بالكسب مهتم أكتر بالقيمة الفنية بتاعة الشغل وهيطل عامل ازاي وفن فعلا من أجل الفن وأنا قعدت اشتغل مهندس كتير جدا مهندس طب إيه اللي دخلك هندسة بقى إذا كنت كنت بحب الهندسة فعلا وشاطر فيها سمعت أن انت كنت شاطر في سنوية العامة شاطر جدا جبت كم يعني جبت كنت دحاح جبت مية واثنين كنت بقى في تفوق رياضي أيوة يعني عدت المية في المية ما انت فاكرة السنوية العامة ها فاكرة أنا كنت دحيحة يعني برضو بس يعني في أيامنا لما كنت جيب مثلا 96% ولا مش فاكرة 94% ده كان بقى ايه الطب مية واثنين ما هو كان فيه بقى مستوى رفيع وكان فيه تفوق رياضي وكان فيه الحاجات دي وانت كنت معاك رفيع ورياضي كان معايا الحاجات مية واثنين خلاص بقى مية واثنين في المية والله يعني لفوق الشطارة بشطارة يعني كنت بحب والله المذاكرة يعني كنت فعلا كنت شاطف الهندسة ده واحد من الفنانين القليلين اللي أنا قابلتهم اللي بيقولي انا بكونت بحب المذاكرة ايه لا ما هو مكمل معايا يعني مكمل معايا موضوع المذاكرة ده في أي حاجة شوغلك اتمنى اه اتمنى يفضل كده بس كنت بقولك انه لانه انا سايب بقى كارير الهندسة ده بعد ما عادت اشتغل فيه سنين طويلة دخلت كلية الهندسة اتخركت ايه هندسة ايه اتخركت هندسة اتصالات اوكي دخلت كويسة بتجي فلوس بتجي فلوس اه واشتغلت في شركات بقى ملتيناشنل بتاعت اتصالات واروح والبس وكلاينت وعندي مشاريع وعندي حاجات وجيت روح تسايب كل ده فجأة فجأة علشان فعلا كنت حاس ان انا مش متحق يعني طموحي يعني ببص على مديريني ومديرين مديريني ومش مهتم خالص مش سعيد مش سعيد وماذا قالت الاسرة حينها لما انت قررت ان انت تترك يعني الكرير التقليدي وتذهب الى عالم لا تقليد ابويا كان مساند جدا 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 وهو كاتب وروائي فهو يعني لما سعد بقى تقريبا حاس قال لي انت مش مبسوط وده ما كانك الانسب فعلا وماما قلقت شوية اكيد اه انا عايزة مرتب وكده وهتجاوز ازاي ابني انت الابن الوحيد انا الابن الوحيد اه اه فقلقت بس على طول تاني يوم حست بالزنب وكلمتني وقالتلي انا اسفة واحنا معاك وبنسندك في طريقك وده اختيارك احنا واقفين وراك كانت جميلة جدا اذا ما اقول ان اسمك صدقي صخر صدقي ايه مصبوط بقى ان والدك هو الاستاذ صخر صدقي وهو كاتب وروائي ايه مصبوط اسم صدقي ده ما حستش ان هو تقيل ما كانش تقيل كده وانت صغير هو تقيل طبعا اه انا خدت يعني طبعا اللي بنسميه دلوقتي تنمر ايوا ايوا ايه بقى ايه شان انا تعبت من اسم لميس انت تعبت من اسم صدقي انا تعبت من صدقي وصخر في بعض اه اه طفل كده داخل خضانة اسمه صدقي صخر فيعني لا يعني ايه بقى كان نوع التنمر تاريئة بقى طبعا مش عايف لو تفتكري ساعتها كان فيه نينجا تيرتلز ايوا طبعا فاكرة كان اسميهم ايه انا خدت بقى من ده كتير كان فيه صخر كان فيه صخر اه في نينجا تيرتلز فطبعا خدت انا تاريئة من ده وطبعا ايه انت الصخر تنتزلت فيعني بصي يلا اللي حصل يا سدكي اكيد انت قال لك يا سدكي بس كل حاجة كل حاجة بس يعني ربنا سطر وطلعنا يعني بنحاول نبقى اسوياء بقدر المستطاع اشتغلت كتير لكن اعادة الاكتشاف كانت مؤخرا وكأنا وكأني ما كتشش شاهيفاك ابدتك شفتك من صوته صورة شفتك من لا الحقيقة شفتك في الجماعة وفيא� REVE وطبعا وبعدين صوته صورة وفي ميتوش بس صوته صورة كانت علامة ايوا صح وما بعدها بقى ايوا اي李 حصل يعني فين نقطة اعادة الاكتشاف أنا أقول يعني أعتقد حاجتين أول حاجة إن أنا سبت في هندسة إن أنا تفرغت تماماً للعمل ده حقيقة فعلاً وقت ما أنا تفرغت ما كانش قدامي مشروع أنا رميت نفسي في البحر تماماً ما كانش عندي مسلسل مثلاً أو فيلم أنا دخله أنا بس قررت إن أنا أسعى 100% بكل تركيزي وكل جهدي في ده وأنا فعلاً بؤمن بأن الحاجة للواحد بيحط مجهوده فيها وراسه فيها بيبقى ليها مردود فمن الفترة دي ابتدت ابتدى شغل يجيلي أكتر لحد ما جايلي ريفو ريفو جايلي بعد ما سبت الشغل مثلاً بسنتين أو حاجة فريفو كان فعلاً نقلة لأنه هو العمل نفسه كان عمل مختلف جداً مش مبني على إنه فيه نجوم مبني على مجموعة من الشباب اللي فعلاً يعني مهتمين جداً جدين جداً في شغلهم عندهم حلم وعزينها بجد عندنا حلم في الحقيقة وفي المسلسل وكل العناصر بتاعة المسلسل ده الكتابة الإخراج الإنتاج الناس كلها عايزة تطلع شغل محترم جداً والبطل فيه هو المسلسل مش أي حد فينا ففعلاً العمل طلع مميز جداً والحمد لله دوري كان دور مكتوب بغنى وبصراء هو ابن الدكتور أعتقد ابن العميد؟ كان ابن عميد بتاع الكنز الفاتوار وبرده ولد يعني منطوائي جداً وبعدين هو اللي شاطر في بيقرى النوتا هو اللي كان عنده الجاراج؟ لا الجاراج كان واحد تاني بس مع أنا وأمير وتانينا بقى الفرقة تبيني مع بعض كانت نقطة التحول كانت نقطة التحول فعلاً حطيني على الرادار بشكل مختلف ريفو حلم فرقة هل أنت عيشت أحلام الفرقة مع الطمي مع الفرقة الأخرى يسرى الهواري؟ عيشت الحلم ده أن أنا عم نعمل فرقة؟ جداً جداً أنا قاعد بقرة في سيناريو ريفو ومش مصدق نفسي وناير حقيقة الكاتب كان كاتب كمان أسامي الستوديوهات اللي كانت موجودة في التسعينات الستوديوهات المزيكة اللي كنا بنعمل فيها بروفات وهما كانوا معدودين بصراحة فبجد أنا قريت أسامي الستوديوهات وأنا عاد بأشعر دلوقتي لأنه حقيقي فكرني بالفترة دي وفترة الحلم وأنه مستعدين ندي كل حاجة وبنصرف على حلمنا ما بيجلناش أي عائد فأنا عشت ده فعلاً ده بتيجي نفكرك بحاجة كده من زماني؟ هتجيبه ايه تاني؟ هنشوف لسه عندنا ده حلقة المفاجئات صدي صخر فيه ثوب لا يعرفه كثيره دي مرحلة جميلة جداً أكيد ثابت جواك دي فرقة الطمي دي فرقة الطمي اللي هي مزيج من الغنى والتمثيل والمسرح وليه سمتها الطمية أصلاً؟ هقولك ليه عشان كنا ساعاتها ساعات بنعمل أمسية غنائية فيها أشعار للشيخ إمام أه سلام وحمد فؤاد نجم فكان فيه شعر اسمه الطمي واحد والشجر ألوان فاخدنا من البيت ده فاكرة؟ أنا مش فاكر حقيقة بقيت النص بتاع الشعر بس هي كان الطمي واحد والشجر ألوان فاخدنا الطمي كلمة الطمي بس دي كلمة جميلة جداً أه وحسن أنها بتعبر عن بتعبر عن المصر عن الأرض البلد فيها بزرط إيه اللي فضل جوا صدقي صخر من الطمي واحد والشجر ألوان حقيقة اللي فاضل عشان أنا انفجئت بس بالحاجات دي الناس يعني الناس اللي في الفيديو ده هما لسه أقرب أصدقاء لي بجد هما شركاء شركاء العمر يعني شركاء الضرب وأصدقاء مش مجرد أصدقاء في مصرح أو في عمل فني هم أصدقائي في حياتي وليهم الفضل في حاجات كتيرة في شخصيتي وإحنا تكبرنا بعض وبنينا بعض فحقيقة أكبر حاجة الأشخاص هم مكملين طرق مختلفة؟ بأشكال مختلفة يسرى لسه بتعمل مزيكة هتنزل ألبوم تاني قريب سلام شغال بيدي ورش في المسرح وفي التمثيل وهو فنان تشكيلي في الأساس برضو فبيعمل معارض وبيخرج برضو أفلام يعني كل حد فيهم موجود ومجال فني موجود في حياته النوع ده من الموسيقى والتجربة دي علمتك إيه في شغلك؟ مفيش لحظة بتعدي على الإنسان إلا ما بتسيب علامة بتسيب حاجة تجربة بيستخدمها بعد كده يعني مذكرة الكتير الأولانية خليتك مكتهد وبتذكر كتير في شغلك دلوقتي في التمثيل ده سب فيك إيه؟ ده سب فيه أولا هو ده علمني الإبداع يعني هو ده من أول حاجات اللي فهمتني يعني إيه الواحد يبقى كرييتف يعني إيه بقى مبدع وعلمتني الحضور والحضور مش بس قدام الكاميرا ولا على المصرح الحضور قدام حد بتكلم معاه إنه يحس بحضوري فعلا وعلمتني إنه منساش أنا جاي منين إنه حقيقي أنا بعمل ده ليه أنا ليه سبت شغلي علشان أنا مهتم بالفن وعايز أفضل دايما أنا أفتكر إنه 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 في اختياراتي لأ حقيقي أهم عنصر هو إنه القيمة الفنية بتاعة العمل ده حاجة بقى أنا أحترمها وبقى أفخور إن أنا موجود فيها وأحب أتفرج عليها علمتك الجرأة لأنه ده شغل جريء أكيد والمسلسلات أحياناً مبقاش فيها الجرأة دي صح يعني يبقى فيها الشغل التقليدي عشان تكمل تعيش لازم تقليدي أي وتقبل بحاجات كتيرة ممكن ما تحبهاش مزبوط ما بين الجرأة وبين التقليدية إنت فين بحاول أوازن بحيث أنه أنا لسه بقبل أفلام مستقلة وأحياناً أفلام من طلبة أكون يعني فعلاً ما فيهاش أجر وفيهاش أي حاجة أحب أن أنا أدعم حاجة زي كده لو لو العمل فعلاً الكتابة مميزة وشايف حاجة فعلاً في المخرج عنده شيء يقدمه فلو أنا آمن بيه أحب أعمل ده جداً ولسه لسه قريب يعني يعني إن شاء الله تسمعه قريب عن فيلم قصير عاملينه فمش عايز أفقد أبداً ارتباطي بالجانب ده عايز دايماً ولسه كنت عامل مسرح برضو مسرح للأطفال يعني حاجات يمكن مش باية مش 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 فلسه بتحافظ على الجزء ده فيك مش عايزه بساحة الإبداع خايف يموت أتمنى أتمنى فعلاً أتمنى بايفضل مفكرني لأنه لو في لحظة حسيت إنه المجال بتاع التمثيل ده أنا برضو مش متحقق فيه مش مش جايب لي السعادة عايزي بعندي الجرأة أن أنا سيبه برضو لأنه وأفضل عامل الحياة اللي بتجيب لي الشغب وبتحرقني وبتلهمني لحد دلوقتي التمثيل بما تقدمه الآن محقق لك الشغف والسعادة دي؟ بصراحة جداً جداً يعني أنا بعيد اكتشاف نفسي مع كل دور حقيقي أنا بحس إنه التمثيل الناس بتقول التمثيل إنه هو إنك بتتبنى شخصيات جديدة أنا بحس إنه إنت بتتبنى جوانب من شخصيتك إنت ما تعرفهاش وبتسمح لها إنها تحتل 100% من كيانك بدل ما هي مثلاً لو شخص مغرور مثلاً وإنت بتحاول تكبت الغرور لأنه دي صفة مش كويسة طبع هخليه بقى يحتل كل جسم وافهم يعني إيه علاقتي بالغرور وإنا ليه برفضه يعني لأ هي حاجة بتخليه واحد يفهم نفسه أكتر حاجة علاجية جداً طب ممكن نغني كمان عجبك بقى الموضوع عجبني موضوع الغنى جداً عجبني موضوع الغنى يلا مغني أنا مش شامع حلو حلو جداً عرفها دي بتاعت ناركوس كانت مش عرفها بس إنت بتعرف أسباني أصلاً ولا كلمة بس حافظ الغنى يعني حفظت بقى كلام الأغنية دي عايزة بالفرنساوي ممكن نغني بالفرنساوي كمان لأ مش للدرجاتي خلينا نخرج فاصل وبعد الفاصل نرجع بقى لصدق صخر الممثل فاصل ونرجع وده المشد اللي طلع ترند وبعد ديه طلع نصاب يا جماعة أرجوكم ما تصدقوش طلع نصاب ده مشد طلع ترند طبعاً هو احنا طلعنا نصابين برضو على السوشال ميديا يعني احنا عملنا عملنا نفسينا يعني حطيت صورة بتاعة الخطوبة دي ان انا بتقدم لها ومس افتكروا بقى انه خلاص وكتبت الحمد لله بنعمتي تتم الصالحات فالناس افتكرت ان انت خطبتش يانا الشمشي وكانوا سعداء وكده انا بويا نكلمني بيقولي الناس بتبريكلي يا صدي هو ايه الموضوع اصلاك تعملها فأيان طب منتو يعني طب انت عملت كده قبل كده ولا ما عملتش كده عملت كده قبل كده يعني خطبت اتجوزت انا منزلتش على رجلي لو ده سؤالك طب غير ان انت منزلتش على رجلك ارجع للسؤال الاصلي خطبت اتجوزت الناس كتيرة بتسأل عنا حالتك الاجتماعية انا احب دايما اسيب حالتك الاجتماعية كده لغز غامضة غامضة انت رجل غامض يعني الرجل الغامض بسلام بس في الحقيقة واضح جدا وصريق كتاب مفتوح ايه ايه يعني معلش ما بينك غمود وبين كتاب مفتوح ازاي يعني يا صدي لا قصدي يعني قصدي وان وان كده بيننا وبين بعض لو جتي قبلتيني تكلمت ما هتلاقيني كتاب مفتوح انما بقى في المطلق فانت مش عايز تقول للناس مفيش دبلة في اي دا مفيش دبلة في اي دا لو دا nac Live على دلوقتي انا مش متجاوس دلوقتي دلوقتي انا مش متجاوس اهو اهو قبل كده قبل كده معارفش مش فاكر بقى ايه دي مش فاكر دا مش فاكر اذا كانت جاوز ولا لقى طب بعد كده يعني عندك خطط مثلا بعد كده يعني أنا أحب إنه يبقى عندي عيلة مش يعني دي حاجة دي حاجة أحبها جدا بس فين بنت الحلال ها فين بنت الحلال كتير بس إيه إيه مواصفاتها عندك إيه مواصفات بنت الحلال والله أهم حاجة إنها تبقى حقيقة بنت حلال يعني تبقى طيبة طيبة وقلبها حنين يعني بحس دي ميزة مهمة جدا آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ تفهم اطباعك وتتصالح معها فعلا مش هتعرف تبقى سعيد مع حد فده بالنسبالي الـ self-awareness ده الادراك الشخصي وانها تكون ذكية ومثقفة ده انت هتعديها باختبارات ده بيبان في قاعدة في قاعدة؟ والله في قاعدة تتصالح مع النفس وانك كل الحاجات المعقدة اللي انت قلتها دي؟ يعني بيبان كده البني ادم ده هل هو في الدلوله يعني عنده اوهام متوهم حاجات عن نفسه وعن شخصيته ولا هو خاض من التجارب اللي يخليه فعلا قادر يبقى كده متصق مع نفسك انت متصق مع نفسك؟ انت عندك self-awareness؟ انا لا ازعم ولا اجزم ولكن انا بسعى دايما في ده بسعى دايما حقيقي في ده من خلال بقى ان الواحد يقعد مع نفسه ويحلل في نفسه من خلال علاج نفسي من خلال حاجات كتير بتعمل علاج نفسي؟ بعمل علاج نفسي اللايف كوتشينج ولا علاج نفسي؟ لا لا therapist مع اصدقاء therapist بتروح للtherapist ليه؟ او للطبيب ليه؟ هدي اول كلمة بيسألها لك الطبيب ليه؟ انت جاي ليه؟ انت جاي ليه؟ اقدر اساعدك في ايه النهاردة؟ شفت انا طبيب اجيلك بعد كده؟ فضل حقيقي كل مرة يعني هو يعني شوف الtherapist بيبقى عارف قصة حياتك مثلا بقلك مثلا انت انا ولا اكتر بتروحي معايا كل مرة بيبقى فيه السؤال ده اقدر اساعدك بايه النهاردة؟ فكل مرة بيبقى فيه حاجة شغلة الواحد بيبقى فيه هم معين اما عدة بظرف اما عدة بموقف صعب اما بيعاني من اكتئاب بيعاني من حاجة فكل مرة بجد انا بروح بحاجة عانيت من اكتئاب وصلك للtherapist او روحت بيه للطبيب النفسي؟ عانيت من صدمات في حياتي مواقف كانت مؤسسرة يعني مش عايز اكبر موضوع ساميه زي ايه؟ صدمات شبه ايه؟ عارفة زي مثلاً حدي يموت في عيلة يحصل مواقف صعب يعني مواقف مش عايز اخش في تفاصيلها بس هاي مواقف دي حقيقة بتخلي الواحد يقف كده ويحس انه محتاج مساعدة مش هيعرف مجرد ان هو يعديها مع نفسه وخلاص بتحس ان الطبيب النفسي بيساعدك فعلاً وتقدر تخرج منه؟ اكيد اكيد وهي رحلة زي ما بيقولك يا الدكتور ده مش هيعمل عندوش سحر هي رحلة بيحب بيخدها مع نفسه بقرار انه انا ناوي اخده مع الراحلة دي دلوقتي وهتاخد وقت امتى بتقرر؟ لا انا مش قادر اساعد نفسي انا لازم انا محتاج مساعدة امتى قرار ده؟ لما بلاقي ان الموضوع خارج عن ان انا مثلا داخل في باترن مش عارف اكسره اه في سايكل كده نوع الاكتئب بتاعك ايه بتقفل على نفسك وما حدش؟ بوتيرة بقى يعني خلاص يعني كأنه انا انسان قالي بس بفضل دايما اكمل بفضل ازوق نفسي بس بيبين بقى بيبين من الحوالية انه لا عطائي مش هو ساعتي مش هي شغفي مش هو كده وبتدور على بنت الحلال دي او هرجع للحتة الاولية بتدور عليها ولا مستني بقى تصطدم بيها او يعني بيقولك دايما الحاجة بتيجي وانتي مش بتدوري عليها اممم الدنيا ما بتديش محتاج ايه ايه بصب فانا مش مش بدور لهو مش بقلب تحت كل حاجة بس خلي عنايا مفتوحة زي ما بيقوله بس دي لازم تكون عندها ثقة بنفسها نعمة غيرش لان انت دلوقتي بقى عندك معجبات يعني انت بتتحط في نموذج الفتى الجون بريميار دلوقتي والحبيب وكده فهيبقى عندك بقى معجبات كتير اعتقد الغيرة مجهود مشترك طبعا طبعا نصها على ان الشخص فعلا يكون عنده ثقة بنفسه بس هون نص التاني برضو علي انا فان انا حقيقي احسس الشخص ده باهميته في حياتي حقيقي احسسه بتميزه حقيقي واضح ان انا بحترم الشخص ده في وجوده وفي غيابه حقيقي تبقى تصرفاتي مع بقى في الاماكن العامة ومع الناس ومع الفانس زي ما بتقولي مع اي حد تبقى بتباين انه في خط معين بين الاحترام والود واللطف وبين انه ما نعديش الخط ده اخر سؤال في الجزء ده ساعت بعد فترة معينة بيبقى الحرية اجمل من الارتباط الحرية الحرية حدش اسألك انت رايح فيه انت جامدين الحرية قيمة ايو لها قيمة طبعا طبعا صدقي صخر خايف على حريته لا صدقي بيقدر الحرية جدا 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 واعتقد برضو مع الشريك المناسب الواصل هذي الدرجة من الوعي والواصل هذي الدرجة من الثقة هنقدر احنا الاتنين يكون احرار من غير ما احد يحس انهم قايدة تاني بجد اعتقد في العلاقات مهمة جدا ان كل واحد يبقى عنده مساحة مساحة الخاصة مساحة اللي بيقابل فيها صحابه مساحة بيقابل فيها انشطة مش لازم يكون التاني موجود فيها لكن دايما يكونوا بيلطقوا فا اقمل ان انا اعرف يعني ان انا يعني اعرف حق التوازن ده كلام كبير نشوف بقى فراولة وكان صدقي عامل في رمضان ايضا دور الطبيب النفسي اللي يعني علم الطاقة ولا الطب النفسي نشوف خبرت الطاقة عايزة الطاقة تاني مرة تقابلنلي كريم بعد بتوش بزبط بس انا بقى تقابلنا بقى براحتنا اه لا مرة دي بقى دور رئيسي في المسلسل اولا انت بتؤمن بعلم الطاقة ده؟ انا بصراحة بصي بصراحة انا اقوم ان احنا في حاجة كتيرة مش عارفينها اه بنحس دايما كده لما حد بيخش انه طاقته غريبة فيه ناس بتبقى طاقتها ومفرحة مش عايزة احصر الكلمة في طاقة يعني ممكن تبقى مئة الف حاجة تانية طبيعة 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 شخصية بالضبط مش مسمينها بس اكيد احنا بنتأثر بكل حاجة حوالي دورك في فراولة بالنسبة لك ايه؟ بالنسبة لي اولا كان يعني كنت مبسوط جدا ان انا عامل دور قدام من اللي ومع مخرج زي كده وكاتب زي كده ومنتاج زي كده يعني اللي عمل كله كان بالنسبة لي عمل محترم جدا وكان فرصة اجرب حاجة جديدة يعني كل دور بحاول اشوف شخصية ممكن تطلع ازاي بشكل مختلف يعني اكتشافات جديدة كل دور كده طيب ممكن نشوف صوت وصورة لان ده دور مهم بالنسبة لك وانا فاكرة احنا اتقابلنا وقلت لي من فضلك اتفرجي على صوت وصورة ايه صح واتفرجت على صوت وصورة نشوف صوت وصورة امام حنان مطوع وده كان دور مهم الحنان مطوع جدا ودور مهم الصديس اخر دور محامي ده دور صعب وفي حفظ كده وفي استرسال ولغة برغم ان هو يعني ميكس ما بين اللغة العربية السليمة واللغة العامية ايضا كان صعب صوت وصورة؟ كان صعب جدا انا دلوقتي انا بتفرج انا مش تصدق انه كل ده حصل كان مشهد المرافعة ده كان مشهد تقيل جدا جدا وطويل كان مكتوب مثلا حلقة كاملة حفظ 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 كتير جدا ومصطلحات ولغة العربية ومخارج الفاظ وانا اعتقد لما صورناه كان تقريبا ربع ساعة او 18 دقيقة يعني لو تيك يعني اتعمل كذا تيك طبعا بس التيك الواحد بيخده تقريبا كان كده واما والدور نفسه يعني شكل المحامي عامل ازاي طريقة كلامه حتى صوته مختلف عن صوتي دايما يعني انا قد دلوقتي بشوف واقول ايه ده وانا اعملت كل ده انت حاسس انه مؤخرا اعيد اكتشافك وان في الفترات الاولى موهبتك تظلمت ولا هي رحلة لها محطات هي رحلة زي ما بتقولي وفعلا مش حاسس ان تظلمت هي ممكن دلوقتي خدت فرصتها اكتر وانت بتقولي ايه اكتر حاجة حصلت في الفترة الاخيرة وكلمنا عن ريفو صوته صورة فعلا محطة مهمة جدا 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 لانه مش بس على عشان عشان نجاح المسلسل وعلى قد ايه كان دور كبيره لانه كمان كان دور مختلف جدا مختلف عن ريفو الشاب اللي انتوا ايه اللي بلعب مزيكة للمحامي اللي بيتكلم بالطريقة الفلانية ومختلف عني انا عن شخصيتي يعني انا لو مخرج ولا ما انتشافني في الشارع او في قاعدة ممكن ما يفكرش في القاستنج ده مستحيل يوعديني في القاستنج ده فهو رح فرد السبكترم فرد الطيف اللي انا ممكن العب فيه بشكل بشكل كبير جدا يعني بشكل شغف صدقي صخر القادم ايه؟ عايز توصل فين؟ يعني مش مش عارف بالزبط مش عارف بالزبط انا عايز افضل عايز افضل دايما عايز بانسان افضل يعني حاس انه شغفي الحقيقة انه عايز ابقى انسان افضل في حاجة عايز تصلحها؟ دايما زي؟ كل حاجة كل حاجة في ديني نموذك؟ لا والله بجد انا بجد انا بجد انا مش عايز اتفلسف بس بحس انه رحلتنا بساعة ما بنتولد لحد من موت هي ازاي نبقى بني قدمين افضل ازاي نبقى افضل في شغلنا ازاي نبقى افضل في شخصياتنا ازاي نبقى افضل في تعاملاتنا فحس انه دا مش منفصل عنده يعني شغفي في شغلي مش منفصل خالص عن شغفي بشخصيتي مش منفصل عن اهتمامي بالمجتمع الخصوص الحوالية انه في الاخر حاجة واحدة أنا قلت أنا مش عايزة تفلسف بس والله بجد أنا إيماني كده أنا حاسس إنه وعش كده مثلا مش بحب المنافسة مش شايف المنافسة دي حاجة أنا بحب التشارك المشاركة إحنا كلنا ننهض مع بعض كلنا وبالذات في مجال زي ده بيحتمل إنه لا هو فيه مفيش حاجة اسمها أحسن ممثل فيه ممثلين كتير مختلفين لو فيه لو جي ممثل تاني عمل الدور ده هيقدمه شكل مختلف مش بشكل أحسن ولا أوحش فمؤمن بدا جدا جدا أنا بشكرك بتمنى أن أنت دايما تحقق حلمك وشغفك لأنه ده أي إنسان عايز يكون أفضل بس يحقق كمان مجموعة من أحلامه حتى لو كانت صغيرة أشكرك صدقي صخر ويبارك لك على كل الأعمال مرسي مرسي وعالغنى أيها خليك في الغنى هنكمل الغنى بقى بعد ما الحلقة مش كده بنخلص الحلقة ونكمل الغنى ونخرج فاصل وبعد الفاصل هنكمل هنا لكن مع صوت جميل هو صوت صدقي جميل برده ولكن صوت جميل ياسمين علي صوت شاب له كده طلة وله كده مذاق خاص بعد الفاصل